السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نبدأ بسم الله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخوكم محمد أحمد وهذا الفيديو سأتحدث بصراحة عن الأهلي وإن شاء الله نتمنى دعموكم بلايك وشير وشتركوا في القناة فعل زر الجرس ودعواتكم لنا وإن شاء الله بالتأسير هذا الفيديو طبعا حزين من مستوى الأهلي مستوى الأهلي مستوى الأهلي مستوى الأهلي وكما قلت في الفيديو قبل فالفرقة دي هي بتاع الدوري أخرها دوري مع احترامي فرقة دي أخرها دوري مش أخرها أفريقيا ولا كاسعلم أندية لا 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 فرقة دي أخرها دوري هو دوري حلوة في ظل المنافسين الأقوى بتحكم مستوياتهم ضيعة مستوياتهم ضيعة ومدرب النادي الأهلي كان راجل صريح وواضح وأخلى مسئوليته في أكثر من مؤتمر الصحفي ده ممكن بقى والله أعلم أنكم تشوية مزع على الإدارة نرى أن الإدارة حتى تغير المدربين كأنهم يغيروا تشيرتات صباح الفل مثل ما فيه مسئولية هو مثلث إدارة مدرب لعيبة هو مثلث الإدارة بتوفر بتجيب لعيبة وتتعاقط مع مدرب على أعلى مستوى وتضي له فرصته واحد جائع في البلد واحد جائع على مشامه ما يعرفش أي حاجة لسه عمال يستكشف بالفريق وهو يستكشف ربنا بيكلوه بيحق إنجازات وقال أنا والله مطلوب واحد اتنين تلاتة اربعة ليه بقى المطالب بتاعته ما بتتجابش ليه المطالب بتاعت المدرب ما بتتلباش يعني إحنا كنا منتظرين في فترة اللي انتقلت الشتوية إن الأهلي يجيب مهاجم زي ما الراجل طلب على أعلى مستوى وتقال أغتر من مرة إن محمد شريف في الأصل أصلا أصلا مش مهاجم الناس عمال تقول أصل قهرباء أصل بتاع أصل مش عارف إيه إحنا برضو مش عارفين برضو اللي بيحصل في التدريبات إيه هو الراجل عايز مهاجم صريح كهرباء مش مهاجم صريح ولا بيرسي تاوي مهاجم صريح ولا 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 يعني أي حاجة و بيرسي تاوي أنا هو شوية الراجل قال إن هو لقى ضلته فيه بما إن الإدارة مش عايزة تجيب له لعيبة وبعض اللعيبة بالنسبة لي هو التلتل قدامنا ده عايزة تغير بعض اللعيبة التانية محتاجة دعم لازم تدعم الأماكن دي ولازم تقفى بودل أجهزين يعني لما نتغرب من الهلال السوداني وتتعادل مع سانداونس على أرضك على أرضك يعني ليه؟ ليه إحنا كنا كسبانين؟ إرجع بقى ودافع وضبط دنياتك لا تستهونش بالفريد إلى جانب سيحصل فينا نفس اللي حصل السنين اللي فاتت ضغط مباراة مفيش بديل جاهز إلبس إلبس باشا في الحد وخسر كل ده وعملين نقول وناس محللين كتير بتقول يعني الإدارة اتشغلت بمشاكلها مع رئيس نادي الزمالك وهو نجح في هذا وهو نجح في هذا آه وتحبس دلوقتي لكن هو نجح في هذا لماذا؟ فرقيته ضائعة لا ما أنا ما خليش المنافس أشغله ما خليش المنافس بقى يتجي اللي فريقه أنا هرد عليك بالبطولات هرد عليك بالإنجازات لا أنا هشغلك معي ده كارس يا ريت الإدارة تفتح شوية للعيبة ثانيا الإدارة ما شاء الله عليها لما بتجيب مهاجم بتجيب مهاجمين يعني أنا مش عارف أنا مش عارف بصراحة يعني أنت بتختاروا المهاجمين وتختاروا الناس على أساس ايه؟ يعني مثلا لما جابوا حسام حسن من سموحة أنا مش عارف هما جابوا ليه؟ وهم الصغير يعني بالنسبة لسوق اللعبة أو بالنسبة لما نشوف في أوروبا يا جماعة لكم عيزة في ريال مدريد ريال مدريد معه فلوس الأهل معه فلوس بس جاب لعيبة يعني مكتسح بها أوروبا جاب لعيبة يعني لا ولعيبة كلها صغيرة ولعيبة فعلا بتخلص يا جماعة شوفوا حتى يعني الهلال السعودي جايبين مهاجم صح أنا ما بقولك شهاد زي هما أجب بـ 11 مليون ولا الكلام ده مع إنك ما شاء الله يعني دفعت فليوس شحات 150 مليون بس ماشي وفيه لعيبة مستوى تقلقي ادي مطش ومطشين 3 نايم في السحليكة لا لا كارثة يا جماعة لازم الأهل يعني لأن قطاع الناشئين نحن رأيناه في البطولة التي تنظمها منتخب مصر تحت السن تحت 20 سنة عندما شاء الله أربعة من السنغال كارثة كارثة القطاع الرياضي فيه كارثة يعني أنا كنت مثلا قلت في فيديو قبل كده يطلعون ناشئين لا 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 هذا ربنا يسطل يعني أنا مثلا كنت أتوقع أن المدرب الناشئين سيلفلوا لفة على كل الأندية مراكز الشباب إلى آخر كل ده ده متهيئة لي هو جابوا من الأهل بس هو إيه عشر عنديه يلا الأهل والزملك مثلا اللي اسمعيني ايه 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 بيراميدز خلص اقلم روح البطولة خدوا على عنين لازم إدارة الأهل تفوق كده كارثة وبرضو ليه لازم نخش في حزب بيرما إن بقى لازم الهلال السوداني يتعدل مع المريخ والمريخ يتغلب مش عارف إيه ونحن نكسف فرق صغر طب المكسب كان في إدينا المكسب كان في إدينا وفيه أماكن محتاجة دعم يا جماعة فيه لعبة كبرت في السن وبتلعبوها وبرضو هنا فيه شتان برضو أنا مشتلت هنا مع الإدارة الإدارة تصبر على المدربين ومشاء الله تصبر على اللعبة والنقطة الثالثة والنقطة الثالثة والنقطة اللي أنا قلتها أكثر من مرة أنا بالنسبة لي ما ينفعش الشيناوي يبقى أساسي في كله لمطوشة يا جماعة إدوا فرصة للعيبة الثانية للحراس البودلة لما الشيناوي يتصاب ولم يتصاب الله إيضا على قلبه آه لا سيجد أريد أن يصد وليس لكم في برشلونة أيام تشيجن وبرافو كان يلعب المرحب المرحب والحراسين كانوا على أعلى مستوى على أعلى مستوى فلا كان يلعب هذا في أوروبا وكان يلعب هذا في داوري وكاس وكان مؤمن نفسه لعب البديل ادينه مطشين تلاتة ادينه الثقة انا الشناو حتى في اللقطة بتاع الكاس على مهندية لما شاطق قرة وقرة ترد يعني شاطق قرة على اساس ان هي هجمة مرتدة واحنا كذبانين اهدأ خدوا ايه يعني اعز اقول لشناو هونت بتعلمت انا كنت هجعني خدوا القرة لعبتك تهدأ لعبتك تشم نفسها على اقل فيه لعبي يطلع قدام بعد ما خدنا الطرد لا يلا يلا انا مش عارف يعني محقرة هي في ايدك انا عايز اقول له بس ان الحكا مش يحسب عليك وقت يبقرة والله هي في ايدك يبقرة رسف الملعب او بيحسب وقت على الفولات ضيعت وقت في فولات ضيعت وقت في احتفال بجون ضيعت وقت في تبديل بيحسب الوقت ده لكن ما بيحسبش القرة هي في ايدك الست ثواني ملعبتهاش هاديك انزار ادارة الاهل لازم استطب وتشوف الدنيا فيها ايه وتشوف اللعبة المتخزلة وانا بقول للناس اعملوا حسابكوا ان ما فيش بطولة السندي الاهل الا لو ربنا قرم الله اعلم ده حاجة في علم الغيب بس بالمستوى ده انا بتوقع والله اعلم ان الاهل هيبقى اخروا الدور كل عام وانتم بخير الاهل انا بقول لكم اخروا الدور ولو عدم المجموعات في افريقيا مش هيعدي لو ايه قدام فرقة تقيلة مش هيعدي بالمستوى ده بالمستوى ده يعني انا حتى مشوف اللعبة بتلعب كده لا ولو واحد خلص لعبة بقرب مهارة يعني انا بالنسبة لما شفت في الماتش بتاع سان داونز اللي جاب الجون الدفاع محمد عبد المنعم والدونش حتى فين مهاجم فين المهاجم انت عندك الصلية كبر كبر علي معلول كبر فين البودلة بتحهم فين جماعة البودلة الصغيرين لازم بودلة صغيرين فين بديل محمد هاني الصح انتوا عاملين زي ما كان احمد فتحي لحد محمد فتحي اللي هو خلاص خدنا منه كل حاجة لازم يبقى فيها جماعة بودلة وتلعب واللي مش هيلعب ملوش لازمة في الاهلي يتكل على الله وما تجيبوش لعبة كسر يعني الحسام حسن دا مين اللي يحسب على صفقته دا مالي مليون معاصر تدفع شر الحسن دا مهمه كذبات في الاي بديل وليس كذبات لازم تلفت على القمدية جبت لعبة كنت تلفت على افريقيا الفريقيا اللي بتصدر لعبة كنت تلفت على افريقيا جبت نشئين صح من افريقيا يلعبوك صح يجبوك بطولات زي ما كل القمدية في العالم بتعمل بتروح الاكاديميات وتستورد لعبة من افريقيا وبتجنسهم سواء في كندا سواء في فرنسا سواء في ألمانيا نحن نرى هذا الكلام ونرى هذا الكلام كثير في طول الكاس عالم أرجو أن يكون هناك وقفة جدعان للأهل والله أنا عظيم والله ماتشي سندونز الأخير ده أنا أنا مش أكدش عايز أتفرج عليه وشفت الملخص بتائه عشان عارف اللي هيحصل أنا قلت الأهل لو هيعمل إنجاز هيتعادل أنا عن نفسي قلت الأهل لو هيعمل إنجاز هيتعادل وبالفعل والله وقعك هنا والله ما اتفرجت عن ماتش أنا باش شفت اللي جوان وشفت الملخص ربنا استرح لنا وعليك ودعاتك ويعني لنا بالتيسير وأتمنى إن شاء الله أدعموك بلايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته